موسيقى نسرة المنتصف بتوقيت الجزائر أهلا بكم إلى هذا الموعد وهذه أبرز العنوي موسيقى اجتماع ربعي في اسطنبول لبحث استناف شحن صادرات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود موسيقى رئيس وزراء سريلانكا يتولى منصب الرئيس بالإنابة لحين انتخاب البرلمان نائبا ينهي ما تبقى من العهدة الرئاسية موسيقى الرئيس الأمريكي يبدأ أول جولة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه وفي الأجندة الطاقة والنووي الإيراني موسيقى بعد انتقاد دوره في الأزمة الليبية الاتحاد الإفريقي يطلق مبادرة صلح شامل بين الليبيين في القريب العاجل موسيقى أهلا بكم من جديد تستضيف اسطنبول التركية اليوم وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين أمميين لبحث استئناف شحن صادرات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إن بلاده ستطرح قائمة مطالب خلال الاجتماع تتضمن تفتيش الصفن منعا لأي تهريب محتمل للأسلحة إلى جنب تعهد أوكرانيا بعدم ممارسة أي استفزاز ويأتي الاجتماع الربعي الذي يشارك فيه مسؤولون أتراك في وقت ترتفع فيه أسعار غذاء حول العالم جراء الأزمة الأوكرانية بعد انقطاع طويل مجددا تصديف تركيا مباحثات بين روسيا وأوكرانيا بمشاركة أممية ليس لإنهاء الحرب وإنما بحثا عن تسوية أزمة الحبوب العالقة في البحر الأسود تتبادل كييف وموسكو التهم بشأن المسؤولية عن التسبب فيها وزير الدفاع التركي خلوص أكار قال إن وفودا عسكرية من وزارات الدفاع التركية والروسية والأوكرانية ووفدا من الأمم المتحدة يقودون محادثات في اسطنبول لبحث السئنا في شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية بشكل آمن إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود لكن لموسكو قائمة مطالب ستعرضها خلال المباحثات كشف عنها المتحدث باسم الخارجية الروسية بيوتر أليشيف شروط تشمل إمكانية التحكم في السفينة وتفتيشها لتجنب أي تهريب للأسلحة وأن تتعهد أوكرانيا بعدم ممارسة استفزازات في المقابل تكتفي كييف بالقول إنها تؤيد حلا لقضية فك الحصار على الحبوب الأوكرانية تحت رعاية أممية في مباحثات صعبة وفق وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حينما قال إن طريقا يجب عبوره للسئنا في صادرات الحبوب مع ذلك يعمل الجانب الأممي بجد من أجل حل المشكلة يضيف جوتيريش مباحثات تأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الغذاء حول العالم جراء الأزمة في أوكرانيا أحد أكبر مصدر الحبوب في العالم وفي تطورات المشهد الميداني الأوكرانيق ألنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثلاث مقاتلات أوكرانيقة وتسع مسجرات في مناطق مختلفة بإقليم دونيتسك وأكشف المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كورناشينكوذ في التقرير الجومي عن تحييد أكثر من أربع مائة جندي من القوات الأوكرانية في مدينة ميكولايف والقضاء على عشرين وحدة من المعدات العسكرية من احتياطي مجموعة كاخوفكا العملياتية والتكتيكية كما تم تدمير وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع كما كشف بيان الدفاع الروسي عن استهداف أحد عشر موقع للقيادة ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق النيران في مواقع تمركز القوى العاملة التابعة للقوات الأوكرانية هذا ونوه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بقرار السماح لبلاده بأن تصبح عضوا منتسبا في برنامج التشغيل البيني متعدد الأطراف زيلنسكي أكد مشاركة كييف في تطبيق وتطوير بعض معايير التحالف دعما للأمن الجماعي في أوروبا الرئيس الأوكراني عاد للحديث عن تواصل القصف الروسي على بلاده ودون توقف ليوم واحد مشيرا إلى تعرض ميكولايف إلى غارات منطلمة بصواريخ ومدفعية أود اليوم أن أسلط الضوء على قرار واحد يبدو أنه قرار تقني لكن هناك الكثير من الرمزية والعمل السياسي الهادف وراءه أصبحت أوكرانيا عضو المشاركة في برنامج النيتو الخاص متعدد الأطراف حول قابلية تشغيل البيني التكنولوجي الآن لا تطبق أوكرانيا معايير النيتو فحسب وإنما يمكنها أيضا المشاركة في تطوير معايير جديدة الحرب مستمرة والقصف الروسي لا يتوقف اليوم واحد اليوم كانت هناك غارات منتظمة على ميكولايف صواريخ ومدفعية مرة أخرى ثم ضرب خاركيف وتجمعات المنطقة من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن صواريخ إسكندر دمرت منصات إطلاق صاروخ هاربون الأمريكي أمريكي الصنع المضاد للسفن في منطقة أوديسا نتيجة ضربة صاروخية عالية الدقة تم إطلاقها من الجو من دونيتسك في سياق آخر أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن موسكو تتعقب وتسجل بالاسم جميع المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى إيقرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية منبها إلى أن عددهم الحقيقي أقل من 20 ألف وهو رقم يتراجع باستمرار على حد تعبيره في منطقة بيريزان بمنطقة أوديسا ضمرت صواريخ اسكندر الأرضية عالية الدقة منصات إطلاق نظام صواريخ هاربون المضاد لسفن أمريكية الصنع تم القضاء على 180 جنديا و26 وحدة من المعدات العسكرية من اللواء الميكانيكي الثلاثين للقوات المسلحة الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية تتعقب وتسجل بالاسم جميع المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الأعمال العدائية كما أشرنا بالفعل على عكس التصريحة الكاذبة لممثلين نظام كييف بشأن المرتزقة الأجانب المزعومين الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا والذين يبلغوا عددهم 20 ألف فإن العدد الحقيقي أقل علاوة على ذلك فهو يتراجع يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظريه التركي رجل طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الأسبوع المقبل في إطار قمة تتناول الملف السوري وتتخللها محادثات ثنائية روسية تركية وفق ما أعلن عنه الكريملين وتجري سوريا وتركيا وإيران محادثات منذ عدة سنوات بشأن الوضع في سوريا في إطار ما أطلق عليها عملية أسنى للسلام الرامجة لإنهاء النزاع الدامي الذي اندلع قبل 11 عاما في سوريا في سريلانكا تولى رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ منصب الرئيس بالوكالة تلقائيا عقب مغادرة الرئيس جوتا بايا راجا بكسا البلاد باتجاه مالديف في عقاب احتجاجات شعبية وسيبقى ويكرمسينغ في منصب الرئيس لحين انتخاب البرلمان نائبا يكمل الولاية التي تنتهي في نوفمبر 2024 والتي من المنتظر أن تعقد منتصف الشهر الجاري يأتي ذلك في وقت تواجه البلاد المتقلة بالديون أوضاعا اقتصادية ومالية متفاقمة نتيجة ارتفاع خدمة الدين وتراجع المدخيل المالية الناجمة عن تأثير الوباء وتراجع احتياطات البلاد من العملة الأجنبية يبدأ اليوم الرئيس الامريكي جو بايدن أول جولة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه وينتظر أن يواقع اليوم اعلن القدس القاضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي ومن المقرر أن يزور بايدن المملكة العربية السعودية حيث سيجتمع مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن ويأتي ذلك في وقت تحدث الاحتلال رسميا عن تأسيس تحالف للدفاع الجوي المشترك في الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفه بالتهديدات الإيرانية هذا وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسعى من أجل زيادة إنتاج النفط من قبل دول منظمة أوبيك لخفض أسعار الوقود وذلك عندما يلتقي زعماء دول الخليج في السعودية هذا الأسبوع فيما يتعلق بالأرقام المحددة كل ما سأقوله أننا سننقل وجهة نظرنا العامة بأننا نعتقد أن هناك حاجة إلى إمدادات ومعروض كاف في السوق العالمية لحماية الاقتصاد العالمي وحماية المستهلك الأمريكي في محطات الوقود إلى ذلك أكدت فصائل فلسطينية أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط لا تخدم القضية الفلسطينية وإنما تهدف لخدمة مصالح الاحتلال الصويوني وتوسعه في المنطقة العربية وقال رئيس المبادرات الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أنه يجب تغيير الاستراتيجية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال إجماع فلسطيني على أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط وبالآخص فلسطين جاءت لتدعم الكيان الصهيوني في مخططاته ولتثبت الاحتلال بشكل أكبر يبدو أن سيد بايدن يكرر فقط ما فعله ترامب عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية إنه يريد تثبيت الاحتلال ونظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين ولا يمرس أي ضغط على إسرائيل من أي نوع لوقف الاستيطان وهدفه الواضح هو محاولة إقامة تحالف عسكري واستخباراته على حساب الفلسطينيين وضمان التزود بالنفط حتى هذه اللحظة نسمع كلاما معسولا ولا نرى شيئا على الأرض نحن نريد إرادي لها علاقة بمواجهة سياسة هذا الاحتلال التي تسعى إلى نفينا وإنهاء وجودنا تأكيد من الطبقة السياسية الفلسطينية على انعدام الآمال من زيارة بايدن للأراضي المحتلة فالبؤر الاستيطانية لا تزال تتوسع والمجال يفسح أكثر أمام الكيان ونظامه العنصري لتنفيذ جرائمه من الواضح أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة لن تخدم إلا المصالح الإسرائيلية وسياستها التوسعية في المنطقة كل التجارب السابقة وحتى ما تعلم إدارة الأمريكية تقول أن هذه الزيارة لن تخدم الحقوق والمصالح الفلسطينية بل على العكس تماما الزيارة لتعزيز الاستفافات في المنطقة ضد قوى المقاومة الأربعاء هو تاريخ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فلسطين المحتلة يلتقي خلالها مسؤولين في حكومة الاحتلال الصهيوني على مدار يومين كاملين ووفق جدول الزيارة سيلتقي بايدن بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة في بيت لحم لمدة ساعة لا أكثر يعتزم الاتحاد الأفريقي إطلاق مبادرة لعقد مؤتمر جامع للمصالحة بين الليبيين في القريب العاجل وبحسب مفوضية الاتحاد الأفريقي فإن اللجنة رفعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا تعتزم عقد مؤتمر المصالحة في القريب العاجل على أن يحدد الليبيون أجنتة هذا المؤتمر بعد بعض الانتقادات لغياب الدور الأفريقي في الأزمة الليبية مبادرة جديدة أطلقتها المفوضية الأفريقية للصلح بين الفرقاء الليبيين لأجل تحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد وإجراء الانتقابات العامة التي تعالت الدعوات لتجرى في ديسمبر المقبل الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي واحد العياري أكدت أن اللجنة رفعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا تعتزم عقد مؤتمر جامع للمصالحة الوطنية الشاملة على أن يحدد الليبيون أجندتها وفي اتصال هاتفي انتلقته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بحث طرفان آخر المستجدة وتطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية حيث أكد فكي دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية في سعيها لتحقيق مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن من جهتها أثنت رئيسة الدبلوماسية الليبية على جهود الاتحاد الأفريقي وتعاونه الدائم مع حكومة الوحدة الوطنية كما أشهدت بأهمية الدور الإيجابي الذي يلعبه الاتحاد الأفريقي في ملف المصالحة الوطنية والذي سيعود على الليبيين بالأمن والاستقرار والازدهار إلى ذلك أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الثلاثاء عادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات عمر بن قدار خلفا لمصطفى صنع الله وأفدت وكالة الأنظول التركية نقلا عن المتحدث باسم وزارة النفط والغازي الليبية أحمد جمعة أن بن قدار شغل منصب محافظ مصر في ليبيا المركزي في فترة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي بين عامي 2006 و2011 وكان وزير النفط والغازي الليبي محمد عون تهم في أكثر من مناسبة صنع الله بحجب معلومات الإرادات والإنتاج ومخاطبة مديري الشركات بعدم الاعتداد بمراسلات وزارة النفط أعلن وزير دفاع الكيان الصهيوني بني جانس أنه تحدث مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل وتترق إلى التقارير عن حرق جيش الاحتلال جنود مصرين أحياء ودفنهم في مقبرة جماعية عقب حرب جوان 1967 وكانت الصحافة العبرية قد نشرت أخبار عن مقبرة جماعية لجنود مصريين قتلوا خلال تلك الحرب أول رد فعل رسمي من السلطات المصرية كان من قبل جهاز المخابرات العامة التي قل رئيسها عباس كامل في اتصال أجره مع وزير دفاع الاحتلال بني جانس الاثنين بأن المؤسسة الأمنية ستنظر لهذا الموضوع باحترام كبير بينما قال المسؤول الصهيوني إن مصر تظل منارة للسلام في المنطقة بين احترام كبير لروفات جنود لم يسأل عنهم أحد طيلة أكثر من خمسة عقود ومن رت السلام لم تسلط ضوءها على الحقيقة يبقى مصير آلاف الجنود العرب الذين فقدوا في حرب جوان وأكتوبر مجهولا تنتظر عائلاتهم إلى اليوم معلومات عن مصرهم الأخطر في هذا الملف ليس المقابر الجماعية السرية لشهاداء عرب أعدمهم جيش الاحتلال بعد أسرهم وإنما انتشروا تقاريرا لم تؤكدها أي جهة عن وجود أسرى من مصر وسوريا والعراق والأردن منذ سبع وستين وثلاث وسبعين تسعمائة والف في سجون سرية لدى جيش الاحتلال بعضهم ما زالوا على قيد الحياة ما يعزز وجود عديد المقابر الجماعية لجنود عرب هو العثور في عديد المرات عن رفاة العشرة منهم صدفة أثناء عمليات الحفر المتعلقة بالمشاريع العمرانية سواء في بعض المناطق في فلسطين التي كانت تنتشر فيها بعض الوحدات من الجنود العرب أو في صحراء سيناء أين كان يتمركز جيش الاحتلال بعد هزيمة جوان سبع وستين تسعمائة والف اللافت في هذه القضية أن الكين المحتل ما زال إلى اليوم يبحث عن مصير بعض من جنوده المفقودين في حروبه مع العرب ويطرق لأجل ذلك كل الأبواب بينما ما زال الصمت يلف مصير الألاف الجنود العرب الذين ما زال مصيرهم مجهولا إلى اليوم جاء في تقريرا للمخابرات المركزية الأمريكية صادر في شهر أفريل من عام تسعة وسبعين بعدما رفعت عنه السرية مؤخرا أن الجيش المغربي كاد يخسر الحرب أمام جيش الدفاع الصحراوي لو لا مساعدات خارجية بملايير الدولارات ومعدات عسكرية من طرف عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا مساعدات خارجية أنقذت النظام المغربي من هزيمة محتومة أمام جيش الدفاع الصحراوي هو ما كشف عنه تقرير استخبارتي أمريكي سري صدر عام 1979 بعدما رفع عنه الإثام مؤخرا مضمون التقرير يفيد بأن الجيش المغربي كاد يخسر الحرب لولا المساعدة التي تلقاها المغرب من عدد من الدول أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا ودول أخرى ووفقا للتقرير فإن المساعدات التي حصل عليها المغرب من هذه الدول عبارة عن تمويلات وصلت إلى ملايير الدولارات فضلا عن معدات عسكرية متطورة خاصة ما يرتبط بسلاح الجو بالإضافة إلى التكوين العسكري وكانت إدارة الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت رونالد ريجان قد ضعفت ثلاث مرات الدعم العسكرية والمالي والفني للمغرب مقارنة بما كان قد حصل عليه خلال فتة الرئيس جيمي كارتر الكفاح المسلح الذي عاد بعد انتهاك النظام المغربي اتفاقية وقف إطلاق النار جاء لي واكب فشل المصاري السلمي في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات الوحشية من المحتل المغربي ضد الصحراويين وثرواتهم الطبيعية لطالما عمد النظام المغربي لاستخدام كل الوسائل للمضي في نهجه القائم على نهب وسلب حق الشعب الصحراوي لأزياد من أربعة عقود واستخدام همجيته في وجه المناظلين الصحراويين العزل بالمدن المحتلة انتهاكات وإن ظهر بعضها فإنما خفي أعظم هذا الكفاح الذي هز أركان المغرب وأربكها يستهدف مواقع ومصالح الاحتلال المغربي كافة وهدفه واضح ألا وهو تحقيق النصر وتحرير الأراضي الصحراوية المحتلة في تونس باشرة نيبة العامة تحقيق في هجمات إلكترونية استهدفت المنصة الرقمية الخاصة بتسجيل الناخبين قبل أيام من الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد والمقرر في الخامس والعشرين جويليا الجري وأتهم الرئيس قيس سعيد جهات لم يسميها بشن تلك الهجمات وتغيير مراكز الاختراع مضيفا أنه جرى الكشف حتى اليوم عن 1700 هجوم إلكتروني أو اختراق وتم سماع سبعة أشخاص حتى الآن من قبل الجهات الأمنية المختصة في انتظار سماع كل من ستكشف عنه التحقيقات صادق البرلمان الموريطاني على مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم موقعة بين الحكومتين الموريطانية والجزائرية لإنجاز الطريق الرابط بين مدينتي أزويرات الموريطانية وتندوف الجزائرية وتتعلق مذكرة التفاهم بإنشاء هذه الطريق التي استكمل الجانب الجزائري إجراءات المصادقة عليها على أن يتكفل الطرف الجزائري بتمويله وإنجازه ومتابعة المشروع بواسطة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية المذكرة التي تحدد الآليات الضرورية لتسيد المشروع وضمان صيانته ومرضوطية الاقتصادية خاصة الطرف الجزائري بحق الامتقاس في تسيير الطريق بعد إنجازه لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وخاصة لكن لأكدت أولي من أهمية الطريق التي تعدل والدور هذا الانتغرسيون أفريكان والمغرب العربي وسيف عامة والدور هي بعض الاقتصادي وفك العزلة عن الشمال الموريتاني وخاصة بما يخص صيانتها وما يخص مثلا تجديد والله مثلا الارتكل 5 ذاك كامل اللي مثلا وصيته إليه اندور إن شاء الله ونحرسه إليه بنطاق لك اللجنة اللي يتعدل من بين نحن والجانب الجزائري واندور إن شاء الله نطرح في الاعتبار ذاك اللي قدته بأخبار التبادل الخبرات وذلك اللي قدته من قد ذاك اللي يعتندل إليه كامل في الطريق من قد ليزار دوربو ومن قد الماء ومن قد لربوازماء طالبت السلطات الإفوارية السلطة الانتقالية في باماكو بإطلاق سراحي 49 من جنودها تهمتهم مالي بدخول أراضيها بشكل غير نظامي وأكد بيان صادر عن الرئيس الإفواري أن السلطات المالية تلقت نسخا من أمر بمهمة الذي يبين شرعية المهمة التي وصل الجنود الإفواريون من أجلها إلى مالي وأضح البيان الصادر عن المجلس الوطني للدفاع في كوديفوار أن الجنود ينتمون بالفعل إلى صفوف الجيش الإفواري وشيرا إلى أنهم أرسلوا في إطار اتفاقية بين كوديفوار والبحثة الأممية لتحقيق السلام في مالي من يسمح حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور موجة جديدة من الأصابات بفيروس كورونا وقال الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جبريسوس إن وباء كورونا لم ينتهي بعد وتأتي تحذيرات المنظمة الأممية وسط دعوات بضرورة العودة إلى التدابير الاحترازية تفاديا للعدوى مع ارتفاع منح الإصابات بفيروس كورونا في عدد من الدول سارعت منظمة الصحة العالمية إلى التحذير والتذكير بأن فيروس كورونا لم ينتهي بعد وهو ما جاء على لسان الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جبريسوس حديث جبريسوس يأتي في وقت كشفت فيه لجنة الطوارئ العالمية المشكلة من خبراء مستقلين أن ارتفاع عدد حالات الإصابة والتحور الفيروسي المستمر والضغط على الخدمات الصحية في عدد من البلدان دليل على أن الوضع لا يزال طارئا فالحالات التي أبلغت بها منظمة الصحة العالمية ارتفعت بنحو 30% خلال الأسبوعين الماضيين لتعود معها الدعوات لضرورة فرض تدابير الوقاية تفاديا لارتفاع عدد الإصابات المنظمة الأممية قررت الإبقاء على تصنيف فيروس كورونا الجديد حالة طوارئ صحية تثير قلقا علميا وهو التحذير الأعلى مستوى لديها من جهتها ذكرت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أندريا أمون في وقت سابق أن الارتفاع في عدد الإصابات يعود بشكل أساسي إلى النسخة الفرعية من متحور أوميكرون وبحسب آخر إحصائيات الصحة العالمية يوجد ما يزيد عن 500 مليون حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم منذ بداية انتشار الوباء في العام 2019 منها أكثر من 200 مليون حالة في أوروبا نهاية جولتنا لأخبارية في أمان الله اشتركوا في القناة